الظرف الاستثنائي الذي يعيشه ابناء صلاح الدين كان حافزا لتحقيق نتائج متميزة في امتحانات السادس الاعدادي وهو ما يمثل ذايدن العراقيين الذين دائما ما يتحدون الصعابة ويحطمون كل عائق امامهم تأكيدا لحبهم لوطنهم وعلى شأنه الزميل احمد صلاح الدين اشارك فرحة الطلبة واهلهم واعد التقرير التالي النجاح في الدراسة هو ما يسعى اليه كل طالب مشتهد ولكل مشتهد نصيب فعلى قدر الجد والاجتهاد ينال الطالب نصيبه من النجاح الذي له فرحة تختلف عن اي فرحة اخرى فالنجاح والتفوق هي الثمار لكل مشتهد فالهمة العالية وطلب معالي الامور وعدم الرضا بالنجاح البسيط من صفات المبدعين المتميزين الذين هم نخبة مجتمعهم وقادته وهذا ما حققته نخبة من طلبة المدارس المتفوقة في محافظة صلاح الدين بحصولهم على اعلى المعدلات في دراستهم الاعدادية وبمختلف فروعها الدكتور المهندس عمار جبرخليل محافظ صلاح الدين من جانبه شارك فرحة اهالي الطلبة المتفوقين لحصولهم على هذه النتائج من خلال رعايته حفلا لتكريم الطلبة المتفوقين عرفانا لما حققوه من نتائج متميزة ما يؤكد قوة الارادة لبناء غد مشرق رغم كل الظروف داعيا الطلبة المتفوقين لبذل المزيد من اجل بناء مستقبل وطنهم واهليهم الذين عانوا واشتهدوا من اجل حصد هذا الانجاز مثمنا دور الهيئات التدريسية التي تحملت الصعاب خصوصا مع ما خلفه ارهاب داعش واعادة عجلة الحياة بظروف استثنائية مؤكدا انه لا بد من استمرار الدراسة بشكلها الطبيعي وضمن الخطط المنهجية المعدة لذلك وابعاد هذا القطاع عن التجاذبات السياسية وما تشهده الساحة العراقية اليوم بهدف الارتقاء والازدهار بالمستوى التعليمي في صلاح الدين